صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. نقفل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه الحالة العامة بتاعتك ايه يا سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني انت دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون بادئ اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني اذا مش انت متواصل مع ذاتك قوي. اه او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون ان انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة ولكن مازلت لسه في اه يعني بتفكر ادخل مدخلش طب اجرب ما اجربش حاجة كده من الانواع دي. لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقولك انت مستقر. طيب مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني. مبدئيا كده ممكن او طور او مين تاني طور ايه تاني. طور اه او برج نائي برضو. لكن هوائي شوية طب على الهوائي. طيب مشاعر الشريك ايه? اه يعني ام بيفكر بعقله قويا. ما يكون في المشاعر معناها ان شخص ده خاليا بيفكر بعقله اكتر من قبل. وبيحسب الامور اه جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهب بايه حالة زي جدا يعني. اه 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 اعا تشوف ده انت بتتعمل مع حد هوائي. اه اه. الشخص ده عايز اه يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم وانت استقليت بذاتك بعيد عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان من رجعة سريعة يعني مش مش هزار يعني. وممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. او عايز يرجع. بكل بساطة كده. ان كمان هنا عندي معناها الحقيقة كمان والشجاعة. فهو شخص ممكن يكونش جاعة او اندفاعي برضو. ما تحمل المعنيين. ولكن هو اا اكتشف اا في حقيقة المشاعر بان العمل ده ما كانش صح مسلا. انه ما كان يتعامل معك بالطريقة دي او حتى ينهي العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعتنا. الجرأة. الجرأة بتاعت ان هو يرجع تاني يتكلم معك او يلحقت. هو عايز يلحقت. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي. بشايف نفسك كده ومراخيرك فوق. وبتقول له انت مين انا ما عرفكش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص. وشخص ده عايز يجيلك تاني. عايز يلحقك تاني. ويلحق الاعداء الجميل اللي كان قاعدها معك. اه معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لأ ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او اكتشف ان اه ما كانش يا صاح ان هما ان هو يعني كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي بقى? نظرته ديك في الشهر ده. شايفك ان انت قفلت. خلاص. اعتقد كل الامراج الملئ ان ايه قفلت خلاص كده. ده حتى ثالث قراءة هو ودي قفلت. اعتقد انت قفلت خلاص. ومش عايزه تاني في حياتك. لانه لانه هو شايفك. وهو ما استنتبش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اه انت استقريت. انت ممكن تكون ارتبط. مش عارفة بقى. هل ممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ده وفنت. انت ممكن تكون اتجوزت مثلا. او كتبت كتابك. او اتخطط. الله اعلم. حاجة من اله هو هو عايز ما يكون عايز يقولك اه بص هو ثانية واحدة. عايز يقولك هو اللي انت عملته ده بص هو رفع عليها وبتقول اللي انت عملته ده. انت روح ترتبط بعد ما احنا صدنا بعض ايه ده. يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبتني ليه? او انت 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 فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مش عارفة انت ده زي ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقى لكم شعر واحدة مكتوب كتابك بعدها بشعرين. فازاي يعني او مستغرب. زي ما يكون شايفك ان انت خلاص. افعل تقص من عندك. وبدأت الحياة جديدة اللي انت كنت تتمنها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة مبسوط. بس مش حاسة ان انت ارتبط لان او ارتبط ومبسوطك بالشخص اللي معاك. لان انها نقف بعد بكالسة دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت الحياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبط او داخل علاقة جديدة. ونويت نويت كامل يعني. شايفك انت قفلت خلاص من ناحيته ومش مش هينفع يرجع تايلة. بلد ما قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف ان انت دخلت في علاقة. وشاعر بأسف شديد وندم شديد يعني تجاهك بشع يعني. بيقول ايه اللي انا عملته في نفس ده. وشايفك كمان ان انت مش طيقه. بص مدي دهرك ومش عايز تشوفه تاني. وقافل من ناحيته خارج. ومش عايزه تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الف خير يعني. على انت عملته. فخلاص يعني هو في 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 مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يوجد العرب خلاص. العلاقة بينك قطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني بين برج العرب. حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده? ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملته بلوك بجد? انت بجد قطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده 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 مش حقيقة بك? ده مش كده باصل. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زي ما يكون بيمر بكارما. اه في كارما عنده اختصر. اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هزي الشخص بكارما او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم مفصلين بس اه اه بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة او ممكن يكون فقط وظيفة. مش عارفة حاسة كده مش مش عارفة ليه حسن انه فقد الوظيفة بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح يشوف شغله في حتة تانية. ممكن يكون في بينكو كان خلافات على الزواج. عشان كده انت تجوزت. او اتخطبت. الشخص ده اه كان فيه وعود ما بينكو مسلا يجي يخطبك مسلا مسلا يعف شهر سبعة ومجيش. فقمت انت قلت له مسلا خلاص. انا مش عايزك. انا هتجوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا اه هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازاي ولكن العلاقة بالفعل انتهت وهقول لكم ليه بقى? لان هو في حياته عنده شي انتهى. عنده عنده رحيل. عنده خلاص يعني هو بينقل التغيير. يعني مسلا ان ما يكون مرتبطة بشخص ويرحل عني تماما ده وفيش رجوع تاني بيبقى بيبقى العلاقة خلاص لاني العجلة اتقفلت خلاص. فهو اه بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حياته. خلاص خلصت هذي العلاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني اخترت شخص او 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 شايفك ان انت كنت اه اعتقد ان فعلا ان هذا الشخص كان اه في حد متقدملك او حد في اه انت قلتينه مسلا انا دي كده تقدمني ولا لا عشان فيه ناس متقدمين لي وهو مجاشر. او قال لك لأ مش هينفع تقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة بنازل قبيل يعني. وشايفك ان انت اخترت شخص اخر. كنت محتارة واخترت خلاص انا اخترت الشخص الاخر اهو وانا مبسوطة بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بلا انتو مبسوطين. انتو خلاص افتلوا العلاقة علاقة راح تلحلها. انتو مبسوطين يعني اخلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني. وهي مشاعره اه هو مش مشاعر يعني مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعر. هو عايز يستفهم بس يعرف. هو انتو فعلا نستوه. بس انا مش فاهم اما هو واحدة اتجوزت او اتخطبت لحد تاني. من اكلم ان سيتت يعني. مركز معي ولا مركز فين. حاجة زي كده. طب هو عايز يعني ايه نيته ايه? هو نيته غريبة قوي. نيته البيجو فتابس والبيجو فوند. ده النواس بايره قوي. شنية كبيرة ايه. هو عايز اه يكلمك تاني. وده بقى فيه علاقة تاني. يعني بقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ما يبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن ده مقلقني شوية. ممكن يكونش مقلقني بقى اه. اه هو يعني عايزك ترجع بتتكلمه معي تاني حتى لو كلام اه صحاب يعني على القل. يعني انت خلاص اتخطبت دي او انت بقى تجوزت او خطبت. اه بس على القل يا اخي يعني يبقى فيه صداقة. يعني على القلة بقى ما حب اتكلم معاك قد بقى اتكلم معاك. ما تقطعش معي القطع دي يعني. ما تجرحش قوي كده. حايني نشوف هنا. اهو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على العلاقة دي. زعلان على لهذه العلاقة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.